في هذا العام في العام الذي انتشر فيه وباء كورونا ما ندري كيف سنعيش رمضان هذا العام لعلنا نفقد أحلى شيء في شهر رمضان لعلنا نفتقد صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان لعلنا نفتقد صلاة القيام في شهر رمضان هذا العام لعلنا نفتقد الاعتكاف في المساجد نفتقد عمرة رمضان لكن صحيح هذا أمر مؤلم وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع والأمر لله من قبل ومن بعد والله تعالى بابه مفتوح ورحمته وسعت كل شيء والله تعالى جعل الأرض كلها مسجدا والمحب الصادق لله جل وعلا يعبد الله في كل أحواله في أي مكان كان في سره وعلانيته في البيت أو في المسجد وهذا بحسب صدقك مع الله وإقبالك على الله جل وعلا نسأل الله تعالى أن يصلح حالنا في شهر رمضان ترجمة نانسي قنقر